ولذا هم يقولون في مقدمة رسائلهم العملية العمل بهذه الرسالة الشريفة بهذه الرسالة النجسة مجزئ ومبرئ للذمة مجزئ ومبرئ للذمة يعني أن الأحكام الموجودة في هذه الرسالة العملية الذي كتبها وهو المجتهد الذي تقلده أبشيعة ليس متأكدا من صحتها قد تكون صحيحة وقد تكون ليست صحيحة لماذا؟ لأننا نعيش في هذا الواقع البديل الذي اصطنعه لنا الطوسيون اللعناء نحن إذا كنا نعتقد بصحة أحاديث أهل البيت وعملنا بها كما هي نستطيع أن نقسم بالله سبحانه وتعالى من أننا نعمل بأحكام أهل البيت وبعلم ويقين وقاطعية وحتى إذا رجعنا إلى بعض القواعد العامة إذا كنا متأكدين من أن القواعد العامة هذه هي قد صدرت من العترة الطاهرة فحينما نطبقها على بعض المصاديق في حياتنا اليومية نستطيع أن نقسم بأن حكم إمامنا المعصوم هو هذا هذا هو الذي أتحدث عنه عن الواقع المعصومي لا عن هذا الهزال